تحقيق مفصل على شكل سلسلة من الحلقات اشتغل عليه موقع اندبندنت عربية على الانترنت ونشر اول حلقاته خلال عطلة نهاية الاسبوع عنوان التحقيق هو نهب الاتراك كنوزا من الحجرة النبوية في المدينة المنورة التحقيق بيكشفه بالوثائق كيف نقل الاتراك عام 1917 الكثير من الآثار والقطعة التاريخية الثمينة من الحجرة النبوية في المدينة المنورة الى اسطنبول في تركيا وكيف انه رغم اعترافهم باخذها رفضوا اعادتها بعد ذلك باعوام القصة ببساطة هي التالي لما الدولة العثمانية شعرت ببدء اقتراب الانتفاضة العربية ضدها ارسلت الى الحجاز فخري باشا بحجة حماية الاراضي المقدسة فخري باشا وصل المدينة في 1916 وبعدها بسنة امر جنوده ينقل اثمنوا اغلى محتويات الحجر النبوية الموجودة في المدينة المنورة من ذهب وقناديل ومصاحف وحجته كانت انه حماية المقتنيات مما قد يلحق بها بناذا وتعاهد بانها ترجع لاصحابها بعد انتهاء الحرب اللي صار لاحقا اثبت انه هذا الوعد كان كاذب وانه من اول يوم ونية الدولة العثمانية كانت ابقى هذه المقتنيات وبالفعل حتى اليوم ما زالت المقتنيات او على الاقل اللي من سرق ولم باع منها معروض في متاحف اسطنبول وبعد هذا الكلام بعدة سنوات وتحديدا سنة 1923 يعني بعد منتهت الحرب العالمية الاولى بهزيمة المانيا والدولة العثمانية كان في مفاوضات جارية طالب فيها الجانب البريطاني الجانب التركي باعادة هذه المقتنيات اكثر من مرة ولكن الجانب التركي رفض الوثائق اللي وصلت لها ونشرتها اندبندنت عربية بتثبت انه الجانب التركي معترف بانه نقل هذه الكنوز لاسطنبول وبتثبت كمان انه خلال فترة المفاوضات رفض الوفد التركي مرتين اعادة هذه الكنوز وحجتهم مرة كانت انه هذه المقتنيات كانت ارسلت هدية للخليفة فلهم الحق بالاحتفاظ فيها والحجة الثانية كانت انه الكنوز المعنية هذه ملك للمسلمين بشكل عام اندبندنت عربية دعمت تحقيقها كمان بمقال نشر في صحيفة ديري تايليغراف البريطانية ونشر في يناير 1923 وتناول مسألة منقولات الحجرة النبوية ورفض الجانب التركي اعادتها تقرير اندبندنت عربية لاقى تفاعل واسعا من الناس اللي كثير منهم لجأ لمنصات التواصل لمناقشة مضمونه والتعليق عليه وتداول الوثائق ونشرت حتى حول هذا الموضوع هاشتاغ نهب العثمانيين لاثار المدينة اللي وصل هذا الهاشتاغ لقائمة الاكثر تداولا في السعودية واكثر من بلد عربي اخر للحديث اكثر عن نهب الاتراك لكنوز من الحجرة النبوية في المدينة المدورة ينضم الينا من جداء الكاتب والصحفي محمد الساعد اهلا فيك معانا استاذ محمد لماذا هذه الوثائق مهمة؟ طبعا لأنها لأول مرة في تاريخ العلاقة مع تركيا يصدر من حكومة غربية في ذلك الوقت ما يثبت سرقة تلك النفائس النبوية والتي تحولت من كونها مجرد أخبار تتناقلها الرواة إلى حقيقة مسبتة في الوثائق البريطانية وغيرها من الوثائق الحكومات التي عاصرت تلك السرقة في ذلك الفترة يجب أن نعلم أن اليوم يحتكم الكثير من الدول إلى تلك الوثائق التاريخية التي تثبت حوادث معينة وهذا ما حصل في خلافات حدودية أو في خلافات أخرى بين كثير من الدول عندما تمت مراجعة تلك الوثائق وتلك المراسلات والتي أثبتت حالات معينة في تلك الفترة من التاريخ اليوم نحن وغيرنا لا يتفاجأ ولكن أصبح الأمر أكثر مصداقية أصبح الأمر أكثر حقوقيا عندما نجد أن هناك مراسلات وهناك مفاوضات وهناك وثائق أثبتت الحالة حالة السرقة الفادحة التي ارتكبها العثمانين بحق الحجر النبوية المقدسة لدى المسلمين هل سبق تاريخيا أستاذ محمد أن حدثت مثل هذه السرقة أو سرقة هذه الآثار أو تم نقلها من مكان لآخر أو من دولة يعني من مثلا السعودية لمكان آخر إذا تسمحيلي يجب أن نعرف المشاهد أولا بما هي هذه النفائس النبوية وما هي الكنوز وهل هي فقط في المرحلة العثمانية أم سبقتها منذ العهد النبوي وهناك كثير من الموجودات ومن المورثات التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم عند زوجاته وتركوها أيضا زوجاته وجمعت في الحجرات وخاصة حجرة السيدة عائشة أيضا الصحابة أهدوا لسيدة عائشة كثير من المختنيات التي أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي تراكمت تلك الموجودات في الحجر النبوية على مدى التاريخ الإسلامي نحن نتحدث عن موجودات ونفائس نبوية عمرها أكثر من ألف وثلاثمائة سنة لم يتجر أحد على سرقتها أو المساس بها بل أن المسلمين كانوا يتحاشون الدخول للحجر النبوية نظرا لقداستها ولعدم إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم إليها نحن نرى أن اليوم هناك من اعتدى على هذا المحرم وهذا المقدس الذي لم يجر أحد عليه قبل العثمانيين العثمانيين نقلوا هذه النفائس يجب أن نعرف أن هذه النفائس هي نفائس قديمة جدا تتعلق بموجودات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن الهدايا هذه الهدايا التي أهديت إلى الحجر النبوية قبل العهد العثماني وأهداها ملوك وحكام وخلفاء وأغنياء من العالم الإسلامي أهديت الحجر النبوية عندما شعر العثمانيين وخاصة السفاح فاخري باشا بأن الفرسان العرب يقتربون من المدينة المنورة لتحريرها من الاحتلال العثماني قاموا بجريمة أخرى قبل هذه الجريمة وهي هد أسوار العنبرية ومد السكة الحديد إلى داخل الحرم النبوي الشريف بهدفين تقديس الأسلحة وتخزينها في الحرم النبوي الشريف المقدس لدى المسلمين وأيضا سرقت هذه النفائس هذا دليل على أن هذه النفائس كانت ضخمة جدا لدرجة أنهم مدوا السكة الحديد إلى داخل الحرم النبوي الشريف لكي يستطيعوا نقلها أيضا يجب أن نعلم أن هذه النفائس النبوية المهمة عندما نقلت إلى تركيا لم تضمن الحكومة التركية والعثمانية في ذلك الوقت حمايتها وسلامتها واعتدي عليها في الطريق وسرق جزء كبير منها ولكن المتبقي وهو كمية كبيرة جدا موجودة اليوم لدى الحكومة العثمانية أو التركية أو العثمانيين الجدد الموجودين اليوم في أنقرة وعليهم الحقيقة يعادتها لأن هذه لا يمتلكونها وليس لهم حقا بها وكل الأعذار التي يقولونها بأنها أهدئة للسلطان العثماني هي أعذار واهية لأن هذه النفائس هي نفائس قديمة وقبل الأحد العثماني أنا أحب أن أسألك سريعا على بعض الأعذار التي هم ذكروها يعني أنت الآن لما تتحدث سريعا القاتل لنا شوية ملخص سريع للتاريخ أنت تتحدث عن ناس محتلين وغزاء وبيتصرفوا على هذا الأساس بس بعدين كان عذرهم أن هذه الأشياء ملك للمسلمين استخدم كرت الإسلام كيف نستطيع أن نفسر هذا العذر؟ طبعا ليس هناك عذر لأن حتى الفرسان العرب الذين أرادوا تحرير المدينة منورة هم مسلمون إلا إذا كان العثمانيون لا ينظرون لغيرهم بأنهم مسلمون فهذا طبعا عذر أقبح من دم إذا كانوا يرون بأن أهالي المدينة المنورة الذين كانوا موجودين في المدينة المنورة في العام 1914 إلى عام 1917 تاريخ النهب غير مسلمين فهذه جريمة الموجودين في المدينة المنورة في ذلك الوقت هم مسلمون والفرسان العرب هم مسلمون وليس للحكومة العثمانية أي سلطة على سرقة هذه النفائس النبوية وهم يعلمون يقينا أن لا يوجد أحد يستطيع أو يجر على الاعتداء عليها بل هم الذين قاموا والحقيقة أنا عندي تفسير لهذه الجريمة وهي أن العثمانيين في ذلك الوقت تلك النظرة العنصرية الفوقية التي كان يروا بها عرب الجزيرة العربية بأنهم ليسوا أهلا للتعامل مع هذه النفائس هو الذي حركهم لسرقتها والاحتفاظ بها للسلاطين العثمانيين في إسطنبول في تلك الفترة من الزمن نحن نشكرك على هذه المداخلة كان معنا من جداء الكاتب والصحفي محمد السعد شكرا لك شكرا لك